أهلا بكم استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطهر وفدا مصريا برئاسة مدير مكتب وزير الخارجية السفير محمد ثروة الذي يقوم بزيارة إلى العاصمة ترابلوس لبحث ترتيبات إعادة افتتاح السفارة المصرية وأمور أخرى لتفعيل العلاقات بين البلدين وقالت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق ببيان لها إن الوفد المصري نقل تحيات الوزير شوكري وقدم التهنئة بمناسبة اختيار السلطة التنفيذية الجديدة مؤكدا حرص مصر على أمن واستقرار ليبيا وأضف البيان أن الوفد المصري أكد أنه جاء إلى ترابلوس لبدء خطوات عملية في إعادة افتتاح مقر السفارة المصرية بترابلوس بما سيسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وخاصة في مجال تقديم الخدمات والتسهيلات القنصلية على المواطنين وكانت طاهر حرصه على تقديم التسهيلات اللازمة للوفد المصري لإعادة افتتاح السفارة خطوات كثيرة يتم اتخاذها في الفترة الأخيرة لإعادة ترتيب الوضع في ليبيا لمحاولة التقارب وفتح قطوة اتصال بين الإدارة المصرية والدولة المصرية وحكومة الوفاق بشكل خاص بعد شهور وربما سنوات من عدم الارتياح المتبادل بين الإدارتين في الفترة الأخيرة أكثر من خطوة ترجح وتشير إلى عودة مصر مرة أخرى لفتح قطوة اتصال وتواصل مع حكومة الوفاق بمحاولات ومؤتمرات تستضيفها المدن المصرية وزيارات متبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة الوفاق إلى أي مدى هذه الخطوات ساهمت في تخفيف حدة التوتر ومن ثم تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين إلى أي مدى حكومة الوفاق عادت لتتقبل مصر كوسيط نزيه لمحاولة رأب الصدع لمحاولة إعادة ترتيب الأوراق وإعادة ترتيب الأمور في ليبيا وعودة الهدوء إلى ليبيا إلى أي مدى مصر ستقوم بدور مستقبلا في إعادة الإعمار في محاولات إعادة بناء مدمرات الحرب الأهلية والحرب المستعرة التي استعرت الفترة طويلة بين الفصائل الليبية هذا أو كل هذه الأسئلة مهمة جدا وستطرح بكل تأكيد على مائدة المسؤولين المصريين الذين يقومون بزيارة إلى العاصمة الليبية إلى أي مدى أيضا مستوى التمثيل هل هي فقط زيارة لبحث ترتيبات إجراءات إعادة افتتاح السفارة أم هي زيارة ستتطرق إلى أمور أخرى سياسية إلى مناقشات أخرى حول مستقبل العلاقة بين البلدين يعني مستوى التمثيل ووجود مدير مكتب وزير الخارجية هل هو مؤهل للقيام بدور سياسي ولا فقط دوره زي ما قلنا قد يكون إجراء كل هذه أسئلة مهمة جدا لكن الأكيد أن الفترة الماضية والشهور القليلة الماضية تختلف تماما عن السنوات التي سبقتها فيما تعلق بالعلاقات المصرية مع حكومة الوفق حول هذا الموضوع نرحب من ترابلوس بالأستاذ إبراهيم بالقاسم الباحث السياسي برحب بك سيد إبراهيم سيد إبراهيم هل تسمعك أهلا بك طيب يعني في سؤال أنا بحضرك أنا أسمعك الآن في سؤال مهم حول هذه الزيارة وهذه الخطوة الزيارة الممثلة في مدير مكتب وزير الخارجية المصري والوافد المرافق لي والخطوة المتمثلة في أعادة افتتاح السفارة المصرية في ترابلوس بعد التوقف لسنوات إلى أي مدى أو كيف تقيم إنجاز التعبير هذه الزيارة وهذه الخطوة أهلا بحضرك بالرغم أن الصوت لا يصلني بشكل جيد لكن خليني أجيب على سؤال كيف ترى هذه الزيارة أعتقد أن العلاقات الليبية المصرية علاقات وطيدة جدا علاقات ممتدة في جذور التاريخ علاقات ليبيا ومصر دولتين جارتين من الطبيعي أن يكون العلاقة بينهم علاقة قوية جدا خصوصا أن ليبيا كانت خلال مراحل الملاد الآمن للعمال المصرية أيضا العلاقات على مستوى الأمني على مستوى الاقتصادي الكثير من الروابط الاجتماعية والاقتصادية وانعكسة أيضا على مراحل ربطت هذه البلدين حالة القطيع التي جرت خلال حالة الصراعات السياسية الموجودة في ليبيا وحالة ثقدان السلطة السياسية في ليبيا زمام الأمور بشكل جيد أثرت بشكل سلبي على علاقة ليبيا بمصر وعلاقة ليبيا بالجزائر وعلاقة الكثير من الدول الآن أعتقد أن عودة هذه العلاقات مع فترة جديدة أو مرحلة جديدة بدأت بحوار مجتمعي ليبي وبدأت بمصالحات ليبيا وبدأت بسلطة سياسية جديدة لديها رؤية واضحة جدا ولديها ملفات مهمة واستحقات مهمة من أولها هي المصالحة الوطنية وعودة هيبة والقرار السياسي والسلطة السياسية في ليبيا أصبح من الضروري أن تعود الدول إلى العلاقة من جديد وبقوة مع الدولة الليبية باعتبار أنها المصالح كما قلنا أن المصالح متبادلة بالرغم أن مصر هي الأكثر استفادة من حالة عودة العلاقات مع ليبيا باعتبار أنه في عام 2011 أو عام 2011 و2012 كان الميزان التجاري بين ليبيا ومصر كان يصل إلى 2 مليار تقريبا وفي أفضل حالات أوصل إلى 2 مليار اليوم وصلها إلى مستويات مددنية جدا يعني لا يتجاوز 150 مليون دولار في أحسن أحوالها العلاقات أيضا كما أشرت في البداية أن ليبيا كانت الملاد الآمن أو بلاد الكثير من العمالة من مصر كانت عدد العمالة في ليبيا أرقام كبيرة جدا كل هذه العمالة انسحبت وعادت إلى مصر وأصبحت تراكم في الداخل المصري على مستوى الاقتصادي الآن عودة الاستقرار لليبيا سيفتح مجال جديد جدا جديد ومهم جدا للعمالة في مصر اليوم مصر أمام نتابع جيدا التفاعلات في الداخل المصري ونعلم جيدا بأنه عودة استقرار ليبيا على مستوى السياسي ثم على مستوى الاقتصادي وعلى مستوى الأمني أيضا الذي بدأ ملحوظ بشكل كبير خصوصا بعد انتهاء الحرب حرب أبريل في مرحلة قريبة أصبح يمهد ويعطي فرصة حقية لتبادل التجاري والبادل الاقتصادي والمصالح المشاركة المسألة ليست فقط على مستوى العمالة ومستوى على هذا المستوى فقط بل أيضا لها أموء يعني بعض الأموات بالمشاريع التي تعتبر ذات أولوية أو أهمية بالنسبة للاقتصاد القومي المصري نتحدث عن الخط الغاز ونتحدث عن مشاريع الغاز في البحر المتوسط عودة العلاقات مع ليبيا ومصر في هذه المرحلة وأيضا فتاح كل الدولة على بعضها نتحدث عن تركيا مع مصر نتحدث عن الخليج مع تركيا وغيرها من هذه الأمور ستعود بشكل إيجابي على تفعيل تلك الرؤى وتلك المشاريع التي ينتظر لها أن ترى النور تحدث عن الخط مدئست وغيرها خلصا بعد ترسيم الحدود بين ليبيا وتركيا أصبح هذا الخط ضروري أن يدخل في إطار اتفاق جديد يجب أن يضم تركيا وأيضا يضم ليبيا باعتبار ترسيم الحدود التي اعترفت به أو تم تسجيلها لدى الأمم المتحدة وتحصل على مباركة الولايات المتحدة الأمريكية بينما عملية ترسيم الحدود مع اليونان بين مصر واليونان أعتقد أنه لم يحظى بهذا الترحيب على قد من الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم أنه سجل في الأمم المتحدة ولكن هذه الأمور تقول وتوضح بشكل واضح بأنه من الضروري أن تعود العلاقات بشكل جدي وبشكل جاد بين ليبيا وبين دول جوار جميعا نحن نتحدث عن مصر ولكن في الوقت الذي يصل فيه وفد من مصر أيضا وصل وفد من الجزائر وكذلك الجزائر بدأت الاستعداد لفتح سفارتها وأرسلت مبعوثين دبلوماسيين وغير ذلك الحديث اليوم ليبيا بدأت دولة جديدة وبدأت محطة مهمة جدا لكل الدول المحيطة لها للتعاون معها والتبادل معها على كل المستويات وأعتقد أن هذا سيكون انفراجة على الليبيين من الداخل لأن حالة القضيعة لم تخدم الليبيين أبدا وأنه أيضا فرصة حيقية لهذه الدولة لأن تستثمر هذه العلاقات بهذه الظروف وبهذه السلطة السياسية الجديدة هل حالة الاستقرار النسبي حالة النسبي الموجودة في الداخل الليبي وربما في المنطقة بشكل عام في الفترة الماضية أو في الشهور القليلة الماضية زي ما أشارت ملفات كثيرة بيتم حل حالتها واختراقها الأزمة الخليجية علاقات مصر بقطر حتى اتصالات بين مصر وتركيا العودة إلى العلاقات الطبيعية مع حكومة الوفاق هل تستشعر رياحا مختلفة وأمور ربما كان قبل شهور قليلة الجميع يطالب بها أصبحت الآن أمرا واقعا تفتكر ليه وصلنا إلى هذه النقطة نقطة إدراك الجميع بأن الهدوء والاستقرار هو الأفضل لجميع الأطراف الحقيقة إن كانت سؤال أشرت مرة أخرى أن الصوت في مشكلة حقيقية لكن خليني أحاول أن ألتقط بعض الكلمات الواضحة إن كنت تتحدث عن المصالحة الخليجية وكنت تتحدث عن التفاعلات الدولية خليني نقول بشكل واضح بأن المنطقة كلها ستشهد حالة من الاستقرار بموجب أن هناك إدارة أمريكية جديدة وهناك رؤية جديدة لهذه المنطقة وأعتقد أنه عملية خفض التصعيد وعملية خفض التهديدات الأمنية لفتح مجال من التجارة للتولية مهم جدا وأنه ليبيا يجب أن تستقر يعني في إدارة أمريكية الجديدة ترى من ضروري أن يستقر أن عكس هذا بشكل حقيقي وبشكل جاد على المصالح الخليجية وعكس المصالح الخليجية وأن ليبيا يجب أن يكون أحد الضحايا الخلال طيب أستاذ إبراهيم واضح أنه فيه خلال في الاتصال بنعتذر عنه لكن بالتأكيد سيبقى النقاش مفتوحا حول هذه القضية وكما أشار النقاش هناك يعني أكثر من ملف بيتم حالتهم واختراقهم في فترة الأخيرة الملف الليبي أحدهم العلاقات بين دول منطقة بعضها أحدها فربما يكون الوضع فيما هو قادم أفضل بكثير من الوضع سابقا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم بالقاسم الباحث السياسي كنت معنا من ترابلس مفتوح